كرمت وزارة التنمية الاجتماعية الموردين والشركات للوزارة من شركات محلية وحتى أجنبية نتيجة عملها التشاركي والاستراتيجي مع الوزارة إلى التفاصيل استمراراً في تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص كرمت وزارة التنمية الاجتماعية الموردين والشركاء للوزارة من شركات محلية وأجنبية وزيرة التنمية هالل الطوف ركزت على ضرورة استمرار العمل التشاركي مع المؤسسات الخاصة علما بأن الجهات الحكومية لا تستطيع العمل بمفردها في الوقت الراهن فكرة الأساسية أن الوزارة التنمية وخاصة العمل الاجتماعي إيد وحدة ما بتقدر تنجزه فبالشراكة وبناء الشراكات والتواصل مقدر نوصل لنتائج أكثر وأفضل وهذا الوزارة التنمية إيش كتير مهم إلها يعني منعرف أن الوزارة مسجل فيها جمعيات خيرية لكن كمان منعتمد على تقديم خدماتنا من خلال الشركاء وكذلك تم الاحتفال بالموردين اللي دائما بيساعدونا لأنهم نأمل أنه يبقى العلاقات قوية وطيبة مع جميع الشركاء بحسن الأداء ومؤدم الخدمة بشكل أفضل المدير العام لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي بيّنت أن الأساس في العمل يجب أن يكون تشاركي مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة طبعا وزارة التنمية هي شريك أساسي لإلنا سواء كان في برامج الدمج الأسري سواء مشراكتنا مع مكاتب الخدمة الاجتماعية هم شركاء داعمين رئيسيين لإلنا أو حتى في دار الأمان أيضا هم شركاء رئيسيين لإلنا إحنا بتم التعاون بيننا وبينهم بتم تدريب كوادر وزارة التنمية ويتم مأسسة العمل وهذا أهم موضوع أيضا من خلال شراكتنا مع وزارة التنمية الحاضرون أشادوا بعمل الوزارة وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات المحلية والأجنبية والتي يتجاوز عددها 60 شركة وسعيها المستمر لإتحقيق التنمية للمملكة خاصة في ظل ما تعيشه من مشكلات مالية